طلعات المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود تنذر بمواجهة مباشرة بين روسيا والنيتو قريبا تحركات جوية متزايدة أثارت حفيظة موسكو التي عدتها عمالا استفزازية وزارة الدفاع الروسية هددت بالرد وقالت إن هذا النوع من التحركات الجوية يضاعف احتمالية وقوع حوادث مع قوات الجو والفضاء الروسية ويفاقم خطر الاشتباك المباشر مع النيتو وزير الدفاع الروسي أندريا بيلسوف ذهب إلى توجيه الجيش بتقديم مقترحات لإجراءات الرد على ما وصفها بالأعمال الاستفزازية موسكو اتهمت واشنطن باستخدام المسيرات في أجواء البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف الروسية بينما تنفي واشنطن ذلك وتقول إن طلعات مسيراتها المنتظمة تجري في مجال جوي محايد وفق القانون الدولي فصل التوتر الجديد يأتي فيما لم تهدى بعد زوبعة تعرض سيفاستوبول لهجمات بصواريخ تكمز الأمريكية فصل قد يعصف بجهود التهديئة التي حاول وزير الدفاع الأمريكي بذلها عبر أحياء الاتصالات مع نظير الروسية وذلك لأول مرة منذ عام 2023 تجاني خدر العربية